الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه أما بعد فيقول الإمام الذهبي ورحمه الله تعالى لكتابه الكبائر عفانا الله وإياكم منها قال الكبيرة الثالث عشرة الإمام الغاش لرأيته الظالم الجبار وقد ذكرنا ما يتعلق بالآيتين ثم وقفنا عندما يتعلق بالأحاديث قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال عليه الصلاة والسلام انغشنا فليس منا وقال الظلم ظلمات يوم القيامة وهذه الأحاديث لا شك أنها تشمل الراعي والرعية لأن كل استرعاه الله عز وجل على رعيته فهناك رعية هناك راعي أعظم وهي الرعاية العظمى وهم لات الأمر وهناك الرعاية الخاصة وهي ما دون ذلك رعاية الأب لأبنائه وكذلك الزوجة في بيت زوجها وكل ما يتعلق وكل من كان تحتك من رعيتك فأنت مسؤول على نصحهم والإحسان إليهم ورحمتهم وعدم غشهم لأن ذلك يفضي إلى الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة ولذلك أورده أورد هذه الأحاديث رحمه الله تعالى تحت هذه الكبيرة وهي كما ذكرنا تشمل هذا وهذا والكل مسؤول وكل سيسأل عمن استرعاه الله عز وجل عليهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ثمما ما بعد أول نظر شيخ شيخ أبو عبد الله عبد الرحمن ومعيسان حفظه الله started with praising الله سبحانه وتعالى sending the peace and the blessings of الله سبحانه وتعالى unto the Messenger صلى الله عليه وسلم and he said furthermore الإمام الذهبي رحمه الله says in his book الكبائي The Major Sins which we ask Allah سبحانه وتعالى to protect all of us from all of them under the 13th major sin which is the leader and one who is in charge who is a betrayal who betrays and cheats and has tyranny against those who are under him and our Shaykh Abdullah said we spoke in the previous class regarding the first two verses that the author رحمه الله mentioned and then he mentioned several hadith in regards to this topic and the first one is the statement of the Messenger صلى الله عليه وسلم that all of you are trusted and all of you will be questioned about that which he is trusted with and that whomsoever cheats against us then he is not from amongst us our Shaykh Abdullah said those hadith they under those hadith Paul's the ruler the one who is in charge of the people in general and also anyone who is in charge of any people there is the Major and the one who is in charge of the people in general the ruler on top of all of the people and those are the rulers over the people and then there are those who are trusted and who are in charge of others specifically some people specifically such as for example the father towards the children and the wife the woman towards her house in regards to her household the household of her husband that they are in charge and everyone will be questioned and you will be questioned about those whom you are in charge of and you are responsible for being good to them and advising them and that you do not betray them and cheat them and because cheating and betraying them leads the person to oppression and oppression is darknesses on the day of judgment and everyone will be questioned and asked about those he is trusted with وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يفيد العموم كلكم رائعين وكلكم أسونة رعيته هذا يفيد العموم وهذا يدلنا على أن هناك أن كل واحد منا استرعاه الله عز وجل على رعية استرعاه الله على رعية فينبغي أن ينشغل فيما استرعاه الله إياهم بأن يهتم بهم وإن من مكايد الشيطان الرجيم أن ينسيك مسؤوليتك وأن يشغلك بمسؤولية غيرك وهذه من مكايد الشيطان أن يشغلك بمسؤولية غيرك عن مسؤوليتك ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وهذا الحديث له مفهوم مخالفة له مفهوم مخالفة أي أن من حسن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تركه ما لا يعنيه إيش نستفيد أيضا أن من حسن إسلامه أن ينشغل بما يعنيه إذا كان ترك ما لا يعنيك من حسن إسلامك فالانشغال بما يعنيك هو من حسن إسلامك لأن ليس النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تنشغل عن ما لا يعنيك وأن تنشغل عن ما يعنيك ولذلك هذا الحديث ينبغي أن يفهم منه أن تنشغل بما يعنيك لماذا؟ لأن من انشغل بما لا يعنيه شغله عن ما يعنيه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن تنشغل عن ما لا يعنيك ولذلك تسمعون هذه دائما عند أهل الفقه يقولون المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل فالإنسان الذي يشغل نفسه الذي يشغل نفسه بغيره لا يستطيع أن يشغل نفسه بنفسه وبأهله وبأولاده لماذا؟ لأن المحل مشغول المحل مشغول فلابد أن تكون مشغولا بما أمرك الله عز وجل فإذا شغلت نفسك بغير ما أمرك الله فإنك لا تستطيع أن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فإما أن تنشغل بما لا يعنيك وإما أن تنشغل بما يعنيك والإسلام يأمرك أن تنشغل بما يعنيك وأن تترك ما لا يعنيك نعم and the statement of the messenger صلى الله عليه وسلم that all of you are trusted and all of you will be asked and questioned about your trust all of you this is something that is very general and this tells us that every one of us is trusted Allah سبحانه وتعالى trusted and put a trust over every single one of us and that we should keep ourselves busy in regards to fulfilling this trust that Allah سبحانه وتعالى has put upon us to keep ourselves busy because from the tricks of the shaitan is that he makes you busy with the matters that do not concern you and keeps you busy with that away from that which concerns you the messenger صلى الله عليه وسلم he said in the meaning of the hadith that from the excellence of one's islam and from the perfection of one's islam is that he leaves off that which does not concern him and this statement the opposite of it is true and it should be understood that the opposite is true meaning from the good and the excellent islam of one of one of us is to be concerned with the matters that concern him just like staying away from the matters that do not concern him from the excellence of one's islam is to remain and to be concerned with the matters that concern him because the messenger صلى الله عليه وسلم when he forbids us from being concerned with things that do not concern us this should not be understood that we leave off the things that concern us no that rather what is meant is that we should stay away from the matters that do not concern us and be busy with these matters that do concern us because the one who is busy with the things that do not concern him he will not have the time and the ability to be also concerned with the trust that he is trusted with and the matters that do concern him because as is known from the principles of fiqh that things that are already occupied cannot be occupied people and things that are preoccupied can't be occupied and so if one is concerned with others and with the matters of others he will not be able to be concerned with his own self and also his family and the things that do concern him Allah سبحانه وتعالى said in the meaning of the verse Allah did not put for a man two hearts in his chest so either you're busy with the things that do concern you or you're busy with the things that do not concern you نعم 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 ينبغي أن يسأل كل واحد مننا أنه منذ أن يصبح ومن الوقت الذي يصبح إلى أن يمسي هناك طاعة لله عز وجل هناك طاعة لله عز وجل هل أداها؟ هل أتى بها؟ على أي وجه أتى بها؟ هل أتى بها في وقتها؟ هل أداها كما يحب الله عز وجل ويرضاه هذا الذي ينبغي أن يسأل الإنسان نفسه من صباحه في أول أمره وهو صلاته للفجر إلى أن ينام إلى صلاة العشاء ثم ينام بعدها هناك أفعال كثيرة هناك أفعال كثيرة ينبغي إنسان يسأل نفسه أولها صلاة الفجر صلاة الفجر تجد أن بعض الناس لا يهتم بصلاة الفجر ولكنه لو جئت وتسأله عن أشياء كثيرة لا تهمه فإنه مباشرة يستطيع أن يسهر معك ويتكلم ويبسط القول فيها إلى غير ذلك سفيان الثوري رحمه الله جاء رجل إليه فقال أين أبناء المشركين يوم القيامة فقال له اقرأ علي التحيات لله اقرأ علي التحيات لله والإمام أحمد رحمه الله لما جاءه رجل فقال له سأله عن يأجوج هل هم من الكفار أم من المسلمين فقال سبحان الله أراد أن يبين له أمرا أعظم من ذلك الآن لو أنت لو إنسان مات وهو لا يعرفه يأجوج مأجوج هل سيسأل عنه من القيامة ليس أنه ينكر لكنه لا يعرفه هل هذه من الأمور التي يعني إذا جهلها هل سيكون يعني بسبب جهله إياها مؤاخذ قال سبحان الله أحكمت الإسلام الإمام أحمد أحكمت الإسلام حتى تسأل عن يأجوج ومأجوج يعني هناك أشياء أولية هناك أشياء أولية أعرف كيف تصلي أعرف كيف تسبح أعرف كيف الأذكار في خروجك من بيتك في دخولك في ذهابك السوق أشياء تفعلها كل يوم عدة مرات عدة مرات وتجهل أحكامها يجهل أحكام أمور يسيرة جدا من الدين مسح الخفين يعني أشياء كثيرة في صلاته ماذا يقول وما هي الأفعال الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي فهذا يا إخوة الجهل بها عظيم خطير جدا خطير جدا وهذا كله من بسبب أن الإنسان ينشغل بأمور كثيرة وإذا سألته لو سألته وقلت له هل تحضر درس في العلم أو تقرأ كتابا في العلم أو كذا يقول لك أنا مشغول أنا مشغول هذه شبهة إبليسية عافاني الله وإياكم منها أنا مشغول الحقيقة أنه مشغول ولكن مشغول بأمور ليست يعني لا تهمه أو أنه شغل نفسه شغل نفسه بفضول الكلام مستعد أن يجلس على جواله بمحادثات لا قيمة لها ساعات ساعات ويتابع ناس يعني لا قيمة لهم في المجتمع ولكنه يعني ينسى ما سيسأله الله عز وجل عنه ولذلك أصبحت هناك فجوة كبيرة جدا في البيوت بين الزوجين وبين الأبناء وبين لماذا؟ لأن هناك إخلال في هذا الأمر أصبح خلل عظيم في عدم تواصل إلى غير ذلك من الأمور فإذن ينبغي إنسانا ينشغل ينشغل بما يعنيه ولو إن شغلت بما يعنيك ستجد أنك أنك يعني تقيم دينك وكذلك تحافظ على أهلك وأولادك ولكن لما أصبح الناس إلا من رحم الله ينشغلون بمثل هذه الأمور التافية التي أضاعت أوقاتهم والشيطان حريص أن يصور لك أن هذا فعل عظيم وأن هذا فعل جليل مثل كما قال ابن القيم رحمه الله إن الشيطان ليأتي للعبد إذا أراد أن يصلي أو إذا صلى ففتح عليه مئة باب من أبواب الخير حتى يلهيه عن صلاته مئة باب من أبواب الخير انظر في الصلاة هذا يتذكر الإحسان إلى الجار وهذا يتذكر بالوالدين وهذا يتذكر حتى يخرجه عن صلاته وأشياء كثيرة ولعله يعني تذكر أمور وكيف إذا رجع إلى البيت وماذا يفعله كذا من أمور الإحسان ولكن حتى يشغله عن صلاته فلا يخشى في صلاته أبواب خير مجرد أن ينتهي تذهب هذه كلها لماذا؟ لأن الشيطان حريص أن يصرفنا إذا استطاع أولاً أول باب يفتع عليك باب الشرك يا ذنب الله فإذا ما استطاع انتقل إلى باب البدعة إذا ما استطاع الكبائر إذا ما استطاع على الصغائر إذا ما استطع على السغائر يسول لك ويزين لك المفضول عن الفاضل الشيء المفضول على الشيء الفاضل لأنه عنده طرق حتى يلهيك عما يهمك تهتم بالأشياء الجانبية وتترك الجادة وتترك الشيء الذي يكون فيه سعادتك وراحتك إلى غير ذلك ومن أجمل ما أولي في ذلك كتاب الإمام بن القيم رحمه الله تعالى إغاثة اللهفان إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان نسأل الله السلام ونسأل الله السلام والعافية نعم so every single one of us should ask himself from the morning from the moment one wakes up that there are acts of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala there are things of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala one should ask himself did I fulfill them did I do them which way did I do them did I do those acts of worship and those acts of obedience in their time and properly a way that is beloved to Allah subhanahu wa ta'ala from the morning the moment the person wakes up we are commanded to pray Salat al-Fajr from the morning until one sleeps there are a lot of actions that one should ask himself did he do them did he do them properly on their time some people they do not they are careless in regards to these things and if you ask them about many of these matters about many of the matters that do not really concern them they have no problem speaking about them they will sit with you and stay up at night until late hours of night explaining these matters that have no value no real value they will talk to you about them and explain them and go into their details and then when it comes to their religion they are negligent in regards to it so في آن الثوري رحمه الله a man came to him and he said to him and he asked him where are on the day of judgment what happens to the children of the disbelievers and he رحمه الله he said to him read to me التحيات التحيات لله meaning this is what you should be concerned with likewise الإمام أحمد رحمه الله a man came to him and he said to him are يأجوج المأجوج the Gog and the Magog are they believers or amongst them believers and he said أهم علم أنهم كفار لكن أراد أن يلفت انتباهه إلى ما هو أهم من هذا السؤال لأنه لعله رأى فيه إخلال في أمور كثيرة فجاء وهذا من فضول العلم يكون من فضول العلم and of course they are they are disbelievers but perhaps he saw from him that he is negligent in regards to the matters that do concern him and these are from the matters that have that are considered smaller details or details of a lesser importance to the person in his life perhaps he saw some shortcomings that he has and he said to him سبحان الله glorified is Allah meaning that did you complete all of the matters of Islam did you learn and practice all of the matters of Islam to come and ask about يَعْجُوز ومَعْجُوز and this is because if the person does not know their details not that he denies them this is a different matter but not that he denies them but he does not know about their details about who they are whether or not they're believers or disbelievers if he does not know their details and the person dies upon that on the day of judgment he will not be held accountable that he does not know the details of يَعْجُوز ومَعْجُوز whereas there are many things that are there are the basics of the religion that many people are negligent of they they are heedless of it matters from the likes of for example they do not know and they do not say the اذكار in the morning and the night and when they leave their house and when they enter the marketplace some people do not know the description of the prayer how to pray properly how to wipe over their socks how to pray properly the messenger commanded us by way of saying pray like you saw me pray some people are busy with a lot of things and then when it comes to these matters they are heedless of them they are negligent and if you ask them do you do you seek knowledge do you learn do you sit in gatherings of knowledge do you attend at least a class or read a book or do something to learn your religion they say I'm busy they say I'm busy yes they are busy they are busy with things that do not concern them or things that have no value they kept themselves busy with speech that have no value with matters that have no value perhaps they sit on their on their phones for hours and they follow this and that from the celebrities and the known people who have in reality their speech and their matters have no value have no importance in their lives and for this reason you find a huge gap in the houses of many of the people because of this shortcoming because the people are busy every person is busy following this and that from the celebrities this is something we all should be concerned with the matters that do concern us if we are if we keep ourselves concerned with the matters that do concern us then we find you'll find that our religion bi-idhnillahi ta'ala will be we will be upright on the religion but the shaytan is diligent to in regards to showing you that this matter or that matter that they are great it is such a great matter the shaytan comes and plays this trickery on the person ibn Qayyim rahimahullah he said that if if the person starts to pray the shaytan will open for him a hundred a hundred doors of goodness there are doors of goodness of righteous good deeds the rights of the neighbors being good to the family being and so on and so forth of the different matters of goodness to keep him busy and thinking about these things and take away his concentration on the prayer and when he finishes his praying all of these things he forgets he forgets them as if he never thought about them because the shaytan has trickery he takes steps the first step that he tries is to make the person associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala if he's not able to he tries to open the door of innovations for him if he's not able to then he starts with the major sins if he's not able to make the person go into the major sins then the minor sins and if he's not able to then he goes to beautify the things of lesser importance and keep the person concerned and busy with them over the things the things that are more important because staying busy with the matters the side matters it will make you busy and take you away from the things that have your happiness the things that bring happiness and pleasure to you the right things that you should be concerned with and this is something that is a very important book and beneficial book in regards to this matter is the book of Ibn Al-Qayyim رحمه الله إغاثة اللحفان من مسائد الشيطان انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة النبي صلى الله سلم ينهاك أن تنشغل عن صلاة الفريضة بصلاة النافلة ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله من شغلته النافلة عن الفريضة فهو مغرور من شغلته النافلة عن الفريضة فهو مغرور ومن شغلته الفريضة عن النافلة فهو معذور إذا كانت النافلة لا يجوز لك أن تنشغل بها عن الفريضة لأن الفريضة أعظم فكيف ينشغل الناس عن الفرائض بأمور منهي عنها أن يخوض فيها وأن يتكلم فيها وأن ينشغل فيها إذا كان النافلة لا يجوز لك أن تشغلك عن الفريضة فكيف بالأمور التي ليست لك وليست من شأنك وليست من يعني من مهماتك وليس من عملك المفروض أنك لا شك أن تتركها إلى الفريضة فالفريضة هي التي أمرك الله عز وجل بها Look at the statement of the Messenger صلى الله عليه وسلم where he said in the meaning of the hadith if the prayer is called if the call for the prayer or the الإقامة to the prayer is called then there is no prayer except the obligatory prayer this is a command from the Messenger صلى الله عليه وسلم he is commanding us if the call to the prayer is made Salah is about to be the congregational prayer is about to start that we do not pray anything other than this congregational prayer the obligatory prayer. ابن حجر رحمه الله he said that whomsoever is busy with recommended matters over the obligatory matters then he is fooling himself. And if one is busy with the obligatory matters and leaving off the recommended matters because of the obligations then he is excused. So how about the matters that do not even concern you? This is regarding the matters that are recommended. How about the matters that don't even concern you? That are none of your business? Of course there is no doubt that leaving them off and staying busy with the matters that do concern you this is what one is supposed to be upon. وَقَالَ وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نَعْم وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَيُّ مَرَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتَهُ فَهُوَ فِي النَّارُ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ من استرعاه الله رعية لم يحطها بنصح إلا حرم الله عليه الجنة وفي لفظ يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة اتفق عليه وفي لفظ لم يجد رائحة الجنة لا شك أن الغش والظلم وأيضاً هذه الأمور التي ذكرت أنها من الكبائر وأقيدت أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر تحت المشيئة تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء أفى عنهم وإن شاء أذبهم فإذن هذه الأحاديث التي فيها إلا دخل النار إلا كذا هذا إذا شاء الله أن يعذبه وإلا قد يغفر الله له وقد جاء في الحديث الصحيح إني اختبأت شفاعته لأهل الكبائر من أمتي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح فإذن هذه لا شك أنها كبيرة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إلا حرم الله عليه الجنة قال العلماء هذا في من استحل في من استحل الظلم أو استحل الغش أو استحل المعصية فإذا استحل فإنه يقع في الكفر أما أن يفعل إنسان المعصية لشهوة أو يفعل الظلم لشهوة والغش وغير ذلك لأمور دنيوية وليس أنه يرى أن هذا أمر حلال حله الله لأنه هذا يعتبر كذب على الله عز وجل فإن التحريم هنا المقصود به التحريم المؤقت ليس التحريم الأبدي لأن الذي يحرم عليه دخول الجنة مؤبداً هو الكافر وأما المسلم فإنه قد يحرم عليه دخول الجنة في من يدخلها ابتداءاً فحرم الله عليه الجنة حتى يدخل النار أولاً هذا المقصود يعني يدخل النار أولاً فيعاقب على ما فعل ويطهر ثم يدخل الجنة إذن هنا التحريم المؤقت وليس المؤبد لأن النار لا بد أن يأتي عليها يوماً من الأيام وليس فيها أحد من المسلمين ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه يخرج منها كما جاء في حي الصحيح أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان بعد ذلك يذبح الكبش الذي يؤتى به وهو الموت على الصراط فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون من هذا؟ يا أهل النار هل تعرفون؟ فيقولوا نعم إنه الموت فيذبح فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة خلود فذا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فلا يخرج أحد من النار بعد ذلك إذن حرم الله للجنة على السنة والجماعة وهذا معتقد على السنة والجماعة أن المقصود بها يعني إن كان مستحلاً فهذا كفر وهذا يعني واضح أما إذا لم يكن مستحلاً فإن التحريم هنا تحريم مؤقت ولا يكن ممن يدخل الجنة ابتداء فإنما حرم الله عليه الجنة أي أن يدخل من أول وهلة مع أول فوج أو أنه لا يعذب إذن حرم الله عليه الجنة أن يدخلها بدون عذاب هذا هو المقصود وهذا هو الذي يعني يتمشى معا لأنه لابد من فهم نصوص الكتاب والسنة فهماً صحيحاً وهذا بالتأليف بينها لأن إذا فهمت من نص واحد مثلاً من قال لا إلا الله دخل الجنة هكذا مجرد أن يقول لا إلا الله طيب ما صلى ولا يصوم ولا إذا المقصود إلا بحقها ولذلك قال نبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقه كما في الحديث الآخر فإذا لابد لابد أن تفهم نصوص الكتاب والسنة مؤتلفة والباب كما قال علي بن بن وديني رحمه الله والباب إن لم يجمع طرقها لا يعرف علله فلابد أن تعرف الأحاديث كاملة في هذا الباب وأيضاً الآيات والأحاديث لابد لأن هناك من يعني يعني ينظر مثلاً في سورة الحجرات الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الاقتتال فإذا الاقتتال ليس كفراً إذن والكبائل لا تحرم الناس من النار من الجنة فإذن إثبات الإيمان يدل على أنهم على أنهم مسلمين فإذا لابد أن تفهم نصوص الكتاب والسنة تفهم مجتمعه هكذا يفهمها أما الخوارج المرجعة وغيرهم من أهل البدع فإنهم يفهمون من بعض النصوص يفهمون من بعض النصوص بعض دينهم فإذا بهم يأخذون الدين من بعض النصوص الله عز وجل يقول يا أيها الذين لا أمنوا ادخلوا في السلم كافة أي يخذوا الإسلام من كل جوانبه لابد أن يفهم الإسلام بجميع أحكامه وشرائعه وليس من جانب واحد لأن هناك هناك أدلة على الوعيد وهناك أدلة على الوعد فالذي يأخذ الوعيد سيقنط من رحمة الله والذي يأخذ الوعد فإنه سيأمن من مكر الله وأهل السنة والجماعة يجمعون بين الوعد والوعيد يجمعون بين الترغيب والترهيب ويفهمون فهما صحيحا على ما فهمها من؟ الصحابة الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه ليس على فهمنا نحن ولذلك الخوارج لما فهموا الدين فهما خاطئا قاتلوا الصحابة كل من فهم الدين على غير فهم الصحابة فإنه لابد يبغذ الصحابة ولذلك كان أهل البدع يبغذون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنهم فهموا الدين على رأيهم وليس على رأي الصحابة فينبغي أن ينتنبه لهذا فقوله إلا حرم عن الجنة لم يجد رائحة الجنة هذه كلها هذه تسمى يعني أحاديث وعيد أحاديث وعيد وأحاديث الوعيد لابد أن تفهم فهمها صحيحا نعم so the author رحمه الله mentioned several أحاديث regarding the ruler who betrays who betrays and cheats those who are under him that he will not enter the paradise he will not find the essence of the paradise the paradise is not permissible for him أحادي حفظ الله he said there is no doubt that betraying and oppression betraying those who are under a ruler and oppression and tyranny that all of those are from the major sins and the belief of Ahl al-Sunnah is that the people who commit major sins are under the will of Allah if he wills he punishes them and if he wills he forgives them and this is for those who Allah wills to punish them then those hadith they fall under that and the messenger sallallahu alayhi wa sallam those whom Allah punished them their return is to the paradise because the messenger sallallahu alayhi wa sallam he said I hid and I kept my intercession for those who commit major sins from my ummah and the statement of the messenger sallallahu alayhi wa sallam that Allah the paradise will be not permissible for him this is in regards to those who consider these matters to be permissible such as betraying and cheating and other than that if one considers them to be permissible and to be okay then that of course by itself he falls under this promise that he will not that the paradise will not be permissible for him as for one who commits those sins because of desire because of worldly matters then the paradise is I mean they might fall under this punishment or this warning that the paradise is not permissible for him temporarily because the one who does not and will not enter the paradise at all and who remains in the hellfire eternally is the disbeliever so as for the believers even if they fall under this under this promise and under this warning from the messenger sallallahu alayhi wa sallam then the return is to the paradise even if they were to enter the hellfire they fall under this warning that the paradise is not permissible for them in the beginning or that the paradise is not is not permissible for them temporarily while being punished in the hellfire but then the return is to the paradise because the hellfire they will come to a day in which there is no believer in which there is no believer in it even one who has the weight of a seed in his heart of belief that he will enter the paradise and then the people of the paradise will be in the paradise and the people of the hellfire will be in the hellfire and then the death will be brought forth in the shape of a lamb and it will be slaughtered and it will be said oh people of the paradise you will remain in it eternally and there is no death and oh people of the hellfire you will remain in it eternally and there is no death this is the belief of ahl al-sunnah wal-jama'ah this is something that we must believe in and we must understand the texts correctly to reconcile between the texts for example the messenger sallallahu alayhi wa sallam he said whomsoever says la ilaha illallah he will enter the paradise does that mean is that absolute or does that mean he has to believe in it and come with its conditions and come with all of its rights the rights of la ilaha illallah what about the one who does not pray does not or associate partners with allah sallallahu alayhi wa sallam other than that this is in regards to one who says it and brings forth its conditions and its rights likewise we should reconcile between the hadith and between the texts from the quran and the sunnah the messenger sallallahu alayhi wa sallam he mentioned that the fighting against a believer is disbelief and allah sallallahu alayhi wa sallam at the same time he said and if two groups of the believers fight one another two groups of the believers fight one another then reconcile between them and so we should understand the texts together that there are that there is a belief that is lesser than the major disbelief that removes the person out of the fold of islam and the people of innovation such as الخوارج and other than them they understand one side they only take one side of the texts and leave off the others and allah sallam commanded us to take islam all of it together not that we take one part and leave one part so we should understand that there are texts of warnings and there are texts of promise of glad tidings there are texts of warnings and texts of glad tidings and we should take them all together if one only takes the texts of warnings and the promises of punishments then he will despair from the mercy of allah sallam and if the person only takes the texts of glad tidings then he will feel safe from the punishment of allah sallam and one should bring should take both of them together and this is how we understand the religion based upon the understanding of the companions may all be pleased with them and this is the proper understanding because the one who does not take the understanding of the companions may allah be pleased with them then he will dislike and he will come to hate the companions of the messengers sallallahu alayhi wa sallam and that's how we find the people of innovation that they hate the companions of the messengers sallallahu alayhi wa sallam and may allah be pleased with them and in the hadith is that one who dies while he betrays those who are under him meaning that he dies upon that meaning that he did not does not repent to allah sallallahu alayhi wa sallam because the one who repents from a sin it is as if he never committed this sin وكذلك قال وقول النبي sallallahu alayhi wa sallam ما من أمير عشرة إلا يؤتى به مغلولة يده إلى عنقه أطلقه عدله وأوبقه جورة وقال نعم وهذا يدلنا أيضا على أن من كان أميرا على الناس فإنه لا يجوز له أن يظلم أحدا وأن سبب من أسباب يعني أنه يوم القيامة أنه يسأل وكذلك يعاقب بأنه كان لا يعدل بين الناس لا يعدل بين الناس وقال وأوبقه جوره يعني الجور الذي هو الظلم أو بقه يعني أهلكه وهذا يعني أنظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر لما حملهم الله عز وجل من من أمر عظيم من أمر عظيم حتى لو كنت في سفر فإنه يجب وجوبا أن يكون هناك أمير ما من ثلاثة يخرجون في سفر لا يؤمرون أحدهم إلا كان الشيطان أميرهم إلا كان الشيطان أميرهم والسمع والطاعة لأمير السفر الذي هو الإمارة الصغر واجبة لا يجوز لك أن تفعل شيء دون استئذان منه لماذا؟ لأن دين الإسلام ليس فوضى مثلا سافرتم إلى البلد هذا يريد أن يذهب زيارة لأقاربه هذا يريد أن يذهب يتمشى ثم أنت لا تعرف أين ذهبوا وأين ومتى يعني يتلقاهم لا شك أن هذه فوضى ولذلك جاء أن الأمير لا بد له نسمع الطاعة لا بد أن يستعدن ولا بد أن أيضا أن شخص واحد هو الذي يقول كم سنبقى كم متى سنذهب متى أين سنأكو حتى يتفقون لأن الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات لهم إذا جهالهم ساد فلابد أن يكون هناك يعني من يحكمهم ولابد أن يكون من يعني ينصحهم ويبين لهم ما ينبغي وما لا ينبغي نعم فهذا لا شك أيضا من الأحاديث التي تدل على أن العدل يعني أن يوم القيامة أن الإنسان يسأل عن رعيته وقال ما من أمير عشرة يعني ولو كانت الإمارة يعني ليست الإمارة العظمى وهي مثلا إمارة السفر أو مثلا أمره ولي الأمر على بلد أو على سرية وتعرفون الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فلما أغضبوه أمرهم أن يأتوا بحطب فذهبوا وأتوا بحطب اعتمروا لأمره ثم أمرهم أن يشعلوا الحطب فأعتمروا أيضا لأمره لأن هذا أمر مباح ولابد أن يطيعوا فلما أمرهم أن يلقوا أنفسهم فيها امتنعوا لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في معصية الخالق نعم and the messenger صلى الله عليه وسلم he said there is no leader of ten people except that he will be brought forth with his hand tied to his neck on the day of judgment and either his justice will let him free or his oppression and injustice will make him destroyed this hadith is an evidence that even in regards to even of those or those who are in charge of the people that it is not permissible for them to oppress anyone and that they will be questioned and asked about the trust that they had over them and that they may be punished because of their injustice between the people and the messenger صلى الله عليه وسلم commanded with a hearing in obeying to those whom Allah SWT made them in charge of the people and this is a great matter even in regards to if people were traveling for example that the messenger صلى الله عليه وسلم commanded that they appoint a leader if a group of people three or more are traveling that they appoint a leader amongst them and if they don't then the shaitan will be their leader and what is upon those who are with him is that they hear and obey the leader in their travel and this is an obligation because the religion of Islam is not a religion of chaos and of everyone does whatever he likes and rather there is order and there is in the religion of Islam and there is order and this is for example if people were traveling and this person he wants to go and visit some relatives and the other person wants to go and walk in that place and so on everyone is doing what he likes then this is chaos they must ask they must seek permission from the leader from the one they appointed as their leader and there should be one person he decides how long they are going to stay when are they going to leave where are they going to stay and so on there should be one person who is in charge of the people otherwise it will be chaos and this is something that we should understand and this hadith is an evidence that Allah will question and ask those who are in charge of the people even if they are small small amount of people such as not the main leader or the leader of the believers in general but rather leaders of specific groups of people such as for example as was mentioned if people are traveling their leader he will be questioned and he is trusted with those who are under him and likewise if a group of army was sent by the leader that their leader the leader that he appoints is also questioned and is also trusted with those who are under him the messenger he sent a group of people a group of his companions in a group of army and the messenger appointed one of them to be their leader and they made him angry and he said gather some firewood for me there is nothing wrong with that so they started collecting firewood and then he commanded them to build a fire again there is nothing wrong with that so they built a fire and then he commanded them to burn themselves to throw themselves in the fire and they did not because this is not something that is permissible and so there is no obedience to him in that وقال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فرفق به ومن شق عليها فاشقق عليه طواء مسلم وهذا أيضا يعني في الولاية العامة والولاية الخاصة حتى إمام المسجد يدخل في ذلك إذا شق على الناس إذا رفق بالناس الله عز وجل يرفق به وإذا شق على الناس الله يشقق عليه ليس وكذلك الأب في أبنائه لأنه قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر هذه المؤمة شيئا وهذا نكرة في سياق الإثبات فإنه تعم كل شيء تعم كل شيء فهذا في ترغيب وترغيب هذا الحديث في ترغيب وترغيب الج PARA The messenger صلى الله عليه وسلم he said and he supplicated to Allah و الطليل بإذنه Oh Allah whomsoever is in charge of anything in regards to this أمة and notice that this is anything this is very general and under that falls the major and the main leader of the believers as well as the specific leaders Even the Imam of the masjid He falls under this hadith The messenger صلى الله عليه وسلم He said and if he was kind to them Then O Allah be kind to him And if he was harsh upon them Then O Allah be harsh upon him And this This is in regards So even the Imam of the masjid If he was kind to the people Then Allah سبحانه وتعالى will be kind to him And even to the head of the household And other than that Anything in regards to the matters of this Ummah And then this is a warning As well as a glad tiding قَالَ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم سَيَكُونُ أُمَرَى فَسَقَهْ جَوَرَهْ فَمَن صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَنْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوُضُ وَالنَّبِي صلى الله عليه وسلم بيّن فهذا من دلائل النبوة أنه سيكون أمراء فسقة ولا شك أن الفسق والجور في الأئمة أنه من الأمور التي ستحصل وحصلت في الزمن الأول وما زالت تحصل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فَمَن صدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ هذا الذي ينبغي أنك لا تصدق هذا الكذب وكذلك لا تعين على الظلم لا تعين على الظلم وإن كان لا يجوز لك أن تخرج عليه لا باللسان ولا بالفعل ولكن لا تعينه على ظلمه لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في مصيد الخالق لا تعينه على ظلمه ولا تنزعن يدا من طاعة لا تعينه على ظلمه يعني أمرك مثل والدك مثلا نقول يعني هذه ولاية يعني أقل من الولاية العظمة لو أن الأب أمر بمعصية فأمر ابنه أن مثلا يأتي له بأمر محرم هل يجوز له أن يطيع في ذلك؟ لا يجوز لكن هل يجوز له أن يعصيه في الأوامر الأخرى التي هي مباحة و وهي يعني ليس فيها شيء؟ لا إذن نفرق وهذا الذي ما فرق فيه كذب من الناس أن ولي الأمر إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية ولا يجوز نزع اليد من الطاعة لا يجوز نزع اليد بالطاعة بسبب أنه أمر بمعصية وإنما لا تنزع اليد من الطاعة إلا بالكفر بالله عز وجل بالكفر بالله عز وجل فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعانهم على ظلمهم فلا تعنوا على ظلمه ولا تكن يعني له يعني ظهيرا ومعينا قال وأعانهم على ظلمه فليس مني ولست من ولن يرد علي الحوض نعم وقد أجمع العلماء علماء للسنة أنه لا يجوز الخروج كما ذكر النووي رحمه الله في كتابه في كتاب الإمارة من صحيح مسلم لا يجوز الخروج على الأئمة بمجرد الظلم والفسق بمجرد الظلم والفسق نعم And the messenger صلى الله عليه وسلم he said in the meaning of the hadith there will be leaders who will be sinners and oppressors and tyrants and whomsoever believes them in regards to their lies and assists them in their oppression then he is not from me and I am not from him and he will not come to my pond and our Shaykh with Allah he said the messenger صلى الله عليه وسلم is telling us and informing us and this is from the signs of his prophethood صلى الله عليه وسلم and his truthfulness and his prophethood صلى الله عليه وسلم that this is something that this is something that will come that there will be leaders who will have sins and disobedience and oppression and this is from the things that have happened in the past and continue to happen and what is upon the people as the messenger صلى الله عليه وسلم advised first of all do not believe their lies if they make lies do not believe their lies and do not do not assist them in their oppression and tyranny although we must understand that it is not permissible to revolt against them with the tongue or the sword with the speech or the or the weapons this is not permissible do not assist him do not assist him in regards to his oppression and tyranny but at the same time do not leave off his obedience look for example if your father commands you to do something or to go and get him something that is not permissible is it permissible for you to obey him and go by that thing that is impermissible for him no it is not permissible to obey him does that mean you do not obey him in other things no you continue to obey him in the things that are permissible and this is something that many people do not differentiate between this and that meaning that the only the only time when it is when it is permissible or where the person no longer obeys his ruler or is not commanded to obey his ruler is when he is a disbeliever and if he is not if this is not the case if he is not a disbeliever and rather is a believer then do not assist him in regards to his oppression and tyranny but at the same time continue to listen and obey to the other things that have nothing to do with his oppression and tyranny the people of knowledge as Imam An-Nawm in his explanation on Sahih Muslim under the chapter of leadership he said he mentioned that the people of knowledge they are in consensus that this is the case that it is not permissible to revolt against the ruler even if he is an oppressor and even and that one must continue to hear and obey in regards to things other than his oppression and his tyranny قال وقال عليه الصلاة والسلام ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعزوا وأكثر ممن يعمله ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب وهذا في الأمر بالمعروف والنها المنكر وباب الأمر بالمعروف والنها المنكر باب عظيم بل إن الله عز وجل فضل هذه الأمة لأنها تأمر بالمعروف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنعى المنكر ولكن لابد أن يعرف كيف يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس الأمر إلى هواك وإنما الأمر بضوابة شرعية ولذلك جاء أن الأمر معروف يعني من استطاع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وهذا أهل السلطة من كان عنده سلطة سواء كانت سلطة يعني عليا كالرعي في الرعية ولي الأمر أو سلطته خاصة في أولاده وأهله فإن هذا له سلطة اليد قال فمن لم يستطع فبلسانه وهذه أيضا لها ضوابط شرعية وكذلك من لم يستطع فبقلبه وهذه هي أضعف الإيمان فإذن هناك مراتب هناك ضوابط والخوارج تعرفون أنهم خرجوا باسم الأمر بالمعروف هنا المنكر ولكنهم كفروا وخرجوا فلم يقبل منهم هذا الفعل فلا يجوز أن نركب الألفاظ الشرعية معاني غير شرعية الألفاظ الشرعية لها معاني شرعية والحديث أيضا الذي بعده يبين ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وهذا على ضوابط شرع ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرأ أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم يعني بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وهذا كله يدل على أن الأمر المعروف المنكر أمر واجب ولكنه على قدر الاستطاعة على قدر الاستطاعة وبالضوابط الشرعية ليس بالانفعالات الحماسية ليست بالانفعالات الحماسية وإنما بالضوابط الشرعية ونكرر الرجل الذي قال لأخيه والله لا يغفر الله لك هذه انفعالات حماسية فالله عز وجل غفر لذاك وأحبط عمل هذا فالانفعالات الحماسية ليست من دين الله دين الله عز وجل مبني على العلم الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنه نعم وليس بحماسك ورأيك وذوقك وفهمك وإنما لا شك أن الدين يعني أمر أنه منتهن منه ليس أمر اجتهادي لا اجتهاد مع النص ما في اجتهاد مع النصوص الشرعية الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية وليس مع النصوص الشرعية إذا جاء النص فلا يجوز لك أن تقدم رأيك على نصوص الكتاب والسنة نعم تياثر رحمه الله منشان two ahadith regarding ordering the good and forbidding the evil and the warning against leaving off ordering the good and forbidding the evil الشيخ عبدالله said and this is the command with ordering the good and forbidding the evil and this is a great chapter something of utmost importance this matter such as the messenger and he must change the evil with his hand if he's able to لذلك لما جاء العلماء إلى إقامة الحدود ماذا قالوا وإقامة الحدود من خصائص ولاة الأمر ليس كأنك أن تقيم حد على شخص مجرد أنك تراه يفعل شيء جزلك أن تقيم الحد عليه من خصائص ولاة الأمر the people of knowledge they say this is from the matters that are specifically for the ruler this is something from the rights of the ruler not that everyone goes and starts applying the legal punishments against the people by himself this is something that goes to the ruler and it is from his rights and the messenger صلى الله عليه وسلم he said after that if he's not able to then with his tongue and also there are principles in regards to ordering the good and forbidding the evil there are legislative principles in regards to the tongue and then with his heart and this is the least of iman and this is something that is important to understand that there are principles and there are specific ways in which it is done because the khawarish they went out against the believers and established the ruling of disbelief upon them with under the title of ordering the good and forbidding the evil it is not permissible to take impermissible or incorrect definitions and put them under the legislative words and the legislative terms the legislative terms the terms of the religion have specific meanings that we must understand and it is obligatory upon the person to order the good and forbid the evil based upon one's ability and based upon legislative principles not based upon and then emotional reactions look for example at the man who said to his brother after advising him many times he said والله Allah will not forgive you and Allah removed all of his righteous good deeds and he forgave his brother and this is when emotions and emotional reactions take effect and control the person so these matters the matter of ordering the good and forbidding the evil is not based upon one's intellect and one's desire rather there is no use of intellect except in understanding the text when it comes to understanding the text then yes you use your intellect to understand the text not to oppose the text and say this is what I think and go and oppose the text from the Quran and the sun and the sun and the sun يقول الذهبي أغلب الذي هو أغلب ابن تميم أنه بعيف وقد رواه ابن المبارك فقال حدثنا معايب بن القرى بنحوه ومنع لا يدرى من هو فهذا لا يصح وقال محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخضي رضي الله عنه مرفوعا أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر وهذا يدل أيضا على تحريم الظلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم وقبل أن تستغفروه فلا يغفروا لكم إن الأحبار من اليهود والرهباء من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عمّهم بالبلاء وأول أمر بالمعروف والنهى عن المنكر أول أمر أن تأمر من هو تحت ولايتك ولذلك انظر إلى قول عز وجل نبيه وأمر أهلك بالصلاة ولذلك قال العلماء أعظم مجاهدة أن تجاهد نفسك وتجاهد أبنائك وأهلك على الصلاة على الصلاة فيعني هذا من أعظم الأمر بالمعروف أنه المنكر وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم وقال صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس وقال عليه الصلاة والسلام ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة وعنه صلى الله عليه وسلم من ولاه الله شيئا من عمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة رواه بداود الترمذي وهذه الحادث كلها فيما هي يعني فيها ترغيب وترغيب لولاة الأمر فعليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا فلا شك أن الظلم ظلماتهم القيامة وكما قيل من عصى الله فيك فلا تعصى الله فيه من عصى الله فيك فلا تعصى الله فيه ومن منعك حقه أو من منعك حقك فلا تمنعه حقه لأن كلهم سيسأل يعني الآن كثير من الزوجات عندما ترى معصية من زوجها أو ترى خلق أو كذا تمنعه من حقه فتقابل السيئة بسيئة السيئة لا تقابل بالسيئة ادفع بالتي أحسن والسيئة إذا قوبلت بالسيئة فإنك تكون مثله الله عز وجل ما أمرنا أن نقابل السيئات بالسيئات وأن نجعل الناس يكونهم الذين يدفعوننا إلى النار يا ذنب الله وإنما الإنسان كل عليه ما حمل ويسأل الله عز وجل حقه ويعبد الله عز وجل في طاعة لذلك قيل من عصى الله فيك فأطع الله فيه من عصى الله فيك فأطع الله فيه لأنك أنت مسؤول عن نفسك يوم القيامة إذا كنت إذا قابلت السيئة بالسيئة فأنت تسأل عن ذلك وإذا قابلت بالحسنة فأنت تؤجر على ذلك وقال صلى الله عليه وسلم الإمام العادل يظله الله في ظله كل هذه أحاديث فيها ترغيب وترهيب وقال صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور المقسطون وهم يعني العادلون أهل العدل لأن القاسط هو الظالم ولذلك قال الله عز وجل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وقال صلى الله عليه وسلم شرار أئمتكم الذين تبغذونهم ويبغذونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف يعني نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ما أقاموا فيكم الصلاة قبل أن نتكلم عن هذا نترك حتى يترجم ما سبقت بالاختصار شكرا لأن الشيء قال مرحة شكرا شكرا So the author رحم الله mentioned many hadith regarding ordering the good and forbidding the evil and then regarding those who those who oppress that whomsoever does not have mercy towards the people الله سبحانه وتعالى will not have will not give him mercy and the command of the Messenger صلى الله عليه وسلم or the statement of the Messenger صلى الله عليه وسلم that means that any leader whom الله سبحانه وتعالى puts him in charge of the Muslims and he does not advise them and is good to them then he will not enter with them the Paradise and the statement of the Messenger صلى الله عليه وسلم that whomsoever الله سبحانه وتعالى puts him in charge of the people and he hides away from their needs then Allah سبحانه وتعالى will keep himself away from his needs and his companionship on the Day of Judgment and he will make him in need and the statement of the Messenger صلى الله عليه وسلم that the just ruler Allah سبحانه وتعالى will give him shade on the Day of Judgment and also the statement of the Messenger صلى الله عليه وسلم that those who are just are on manaber on towers of light on the Day of Judgment and those who are just in regards to their rulership and their families and everything they are in charge of and then the statement of the Messenger صلى الله عليه وسلم regarding the leaders who they have enmity towards those who are under them our Shaykh Abidullah he said we will comment on this hadith نعم نعم خطب شكرا أن بعض الناس إذا جاء إلى العدل كلمة العدل أو غير ذلك أو يعني ولي أو كذا فإنه لا لا يطبق هذه الأحاديث إلا على أولاة الأمر في مثلا ما مر من الأحاديث وهذا خطة كبير هذا خطة كبير ليس المقصود أولاة الأمر فقط بل أنت يعني فمن لم يحكم بأنز الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون هل هذا أولاة الأمر يعني الأولاة العظمى فقط حتى أنت إذا حكمت في في أولادك بغير ما بما أنزل الله في زوجتك بغير ما أنزل الله في بيتك أنت تدخل في هذه الآيات فالإنسان كل إنسان على ما ولاه الله عز وجل فهو ولي على ما ولاه الله ولذلك قال في حكمهم وأهلهم وما ولوا سواء كان ولاية عامة أو ولاية خاصة نعم بغير ما بغير ما بغير ما بغير ما بغير ما because you will be questioned about your own actions you will be questioned about your own actions not about the actions of others and the statement of the messenger صلى الله عليه وسلم regarding those who are just in the statement of the messenger صلى الله عليه وسلم that this is in regards to their everything they are or everyone they are in charge of and their families and everyone who is under them and this tells us that this is in regards to oppression and justice that this is not only in regards to the Muslim ruler but rather this is more general because many people when they hear the matter of oppression and justice they think this is in regards to the Muslim ruler and they have nothing to do with it and this is the only thing that comes to their mind the Muslim ruler no you yourself have to be just in regards to your family in regards to your children in regards to anyone who is under you not just the major or the Muslim ruler rather you fall under those warnings and under those statements of the messenger صلى الله عليه وسلم and under those verses of the Quran ثم أورد أيضا حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف أو أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا فما أقاموا فيكم الصلاة لماذا؟ لأنه لا يجوز الخروج على أولاة الأمر ولا يجوز عدم السمع والطاعة لهم لمجرد أنهم شرار ولأنهم فجرة ولأنهم فسقة ولأنهم يعني ظلمة ولأنهم قتلة هذا لا لا يمنع السمع الطاعة لهم في طاعة الله وليس في معصية الله في معصية الله ولو كان ولو كان شيخ الإسلام هذا لا لا يطاع ولذلك الصحابي الذي أمرهم أن يدخلوا في النار ما أطاعه فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن الكلام الآن إذا كان يا ذنب الله فاجرا شقيا شرير ولذلك انظروا شرار أئمتكم فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الشرار أحاديث السمع والطاعة في الشرار أكثر الأحاديث التي جاءت في الفجار في الفسقة في الظلمة في الجورة لم تأتي في طاعة من أطاع الله ولذلك قال عدي بن حاتم يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من أطاع الله وإنما نسألك عن من فعل وفعل قال الراوي فذكر شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع حتى تلقوني على الحوب ثم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لأن الصلاة هي شعار الإسلام فإذا ولي الأمر منع الصلاة قال ما أحد يصلي ممنوع أحد يصلي الصلاة هذه لا أحد يفعلها هذه هي علامة الكفر يا ذنب الله ولذلك انظروا الحسن البصري انتبهوا لهذا الكلمة الحسن البصري لما جاءه رجل فقال له قال له ما تقول في الخوارج ما تقول في الخوارج قال أصحاب دنيا الله أكبر الخوارج قال أصحاب دنيا قال الرجل ومن أين قلت ذلك وإن أحدهم يمشي بالرمح حتى ينكسر فيه يعني عندهم من الشدة وعندهم من العبادة وعندهم من المجاهدة قال ويخرج من أهله وولده يعني هذه الأفعال قال الحسن رحمه الله حدثني عن السلطان أيمنعك عن إقامة الصلاة أيمنعك عن الزكاة أيمنعك عن الحج والعمرة قال لا قال فأراه منعك الدنيا فقاتلته عليها هذه خلاصة ولذلك هذه نظرة العالم نظرة العالم أن الخوارج لا يغرونكم ولذلك أول الخوارج جده من؟ ذو الخويسرة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعدل يا محمد همهم الدنيا همهم الدنيا لا يغرونكم يقول لك همهم الدين وإقامة حكومة إسلامية وما أدري إيش هذا كله كلام ذر رماد في العيون وقتل المسلمين وإهانة لهم وإنما همهم الدنيا والكراسي والمناصب يتهمون ولاة الأمر أنهم مناصب وهم أشد أشد من ذلك في أخذ المناصب وحب الدنيا وحب الرئاسة وهذه أمور مشهودة فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أن مهما أبغضناهم مهما وقع من يعني الأمور التي تكون فيها شر عظيم لا يجوز لك أن تخرج عليهم الدماء أمرها عظيم ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ما أقاموا فيكم الصلاة يعني تصلي تصلي ما يمنعك من أن يصلي ما يمنعك عن لو منعك عن المسجد هذا ما منعك عن الصلاة لأن الصلاة يعني قد يمنعك عن المسجد ولكن لا يمنعك عن الصلاة ولذلك قال ما وفي الرواية الأخرى ما أقاموا هم الصلاة يعني أقاموا الصلاة وفي هذه الرواية ما أقاموا فيكم الصلاة وفي الرواية ما صلوا يعني دليل على أنهم مسلمين الآن يتهم ولي الأمر ترى يصلي مثلا ترى يصلي وأنت عياذا بالله ترميه بالكفر ويقول لك شخص لماذا ترميه بالكفر ويصليه يقول لك لا لا هذا يصلي فقط أشققت عن قلبه أشققت عن قلبه أنت لك الظاهر أي شخص يصلي لا يجوز أن ترميه بالكفر هذا صلاة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق الكفر بالصلاة قال ما أقاموا في كل صلاة وفي رواية ما أصلوا ولا يجوز أن تتكلم عن ظاهره عن باطنه لك ظاهره صلى شخص يصلي مع الناس شخص يصلي الجمعة شخص يضرب في مسجده ويراد أن يقتل في مسجده ويقول لك هذا لا يصلهم بس رياقذة وأمام الناس وأنت ما شاء الله مخلص في الصلاة لا يجوز الكلام على النيات لا يجوز الكلام على ما في قلوب الناس النبي صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين وهو يعلم وأسمعهم حتى لماذا؟ لأنهم يظهرون الإسلام ما يجوز لأحد وهو يعلم منهم لا يجوز لأحد يتكلم عن الباطن لا يعلم الباطن إلا الله عز وجل فالكلام الذي يدور عند بعض العوام يقول لك لا لا هذا مجرم هذا خبيث هذا قتل طيب الحجاج كان يعني سفاك وسفاح للدماء وقتل بعض الصحابة مع ذلك الصحابة كان يرون السمع الطاعة له فلا يجوز لأجل كبيرة أو فسق أو فجور أو ظلم بإجماع السلف لا يجوز الخروج عليه بسبب هذه الأمور ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بقول ما قاموا فيكم الصلاة وفي الحديث الآخر يعني إن الله لا يمله للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد متفقنا عليه وعليه صلاة والسلام أيضا قال لمعاذ لما بعثه لليمن إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء جمع راعي إن شر الرعاء الحطمة يعني القاسي الظالم الذي لا يرحم الناس وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ومنهم الملك الكذاب وقد مر معنا هذا وقال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة الإنسان مسؤول الإنسان مسؤول عن كل من كان تحته وهو راعي على رعيته وقال عليه الصلاة والسلام إن والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء أمراء يكونون من بعد ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنت متعرفون حديث حذيفة لما قال يا رسول الله إن أدركتهم فماذا أفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالسمع والطاعة وأن لا يشق عصى الجماعة لأن شق عصى الجماعة فيها فتنة عظيمة للناس جميعا حديث حذيفة معروف قال وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات المستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده وهو سند القوي كل هذه الأحادث تدل على تحرم الظلم وأنه كبير من الكبائر وهذا لا شك أنها يعني نصيحة للسلطان وأنه لا يجوز له سواء كانت سلطته عامة أو خاصة وسواء كانت ولايته عامة أو خاصة فإنه لا يجوز له الظلم بل يجب عليه النصح وعدم الغش وكذلك الرفق بالناس وأنه مسؤول يوم القيامة وأن نسان إذا أجاب بما فعل من خير فإنه ينجو وإذا كان من الظلمة والله سبحانه وتعالى لم يتجاوز عنه وهو لم يتب فإنه يعاقب إذا شاء الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يعافين وإياكم من الظلم ومن الغش ومن الخيانة إنه جواد كريم وغفور رحيم سبحانه وتعالى كما نسأل سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك وعلى عمال عبد ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين So the author رحمه الله mentioned the statement of the messenger صلى الله عليه وسلم where he said in the meaning of the hadith the worst of your leaders are those whom you hate them and they hate you and you curse them and they curse you and they said oh messenger of Allah should we not fight against them should we not fight them with our swords and the messenger صلى الله عليه وسلم he said no as long as they establish the prayer or as long as they pray our shaykh عبده الله he said why is this a case because it is not permissible to leave off hearing and obeying to the Muslim rulers and to go against them and revolt against them if they were oppressors and tyrants and even if they were criminals and murderers as for disobedience to Allah then they are not obeyed with that meaning if they command with the disobedience of Allah they are not obeyed they should not be obeyed one should not obey them in the disobedience of Allah as in the hadith that was mentioned before when the messenger صلى الله عليه وسلم he sent out a group of the army and he commanded them to do things and then from his commands is to burn themselves and they did not obey them did not obey him in that but this is we find the hadith of hearing and obeying to the Muslim rulers is that it is always in regards to the oppressor from the rulers to the oppressor and the tyrant and to the sinners and to the evil ones such as عديم الحاتم رضي الله عنه he said we are not asking regarding the obedience to the one who obeys Allah سبحانه وتعالى but rather we ask about the one who does such and such and he mentioned evil things and the messenger صلى الله عليه وسلم he commanded them to hear and obey to hear and obey the Muslim rulers as long as they do not prevent the people from praying because this is the sign of their disbelief if they prevent the people and tell them that they're not allowed to pray then this is a sign of disbelief otherwise they are considered to be believers and therefore and therefore they must be heard and obeyed and other than the disobedience of Allah سبحانه وتعالى الحسن الوسري رحمه الله listen to this scholar from the scholars of the salaf a man came to him and he said what do you say in regards to the khawarish and he said there are people of worldly matters and he was amazed he said how would you say that one of them takes his arrow or his spear and leaves his children and his family to go and fight and he said tell me about the rulers that they go to fight against do they prevent you from praying and he said no he said what about zakah what about hajj what about and he said no they don't prevent us they don't stop us from doing these things he said brother they prevent you from some of the worldly matters they take away some of your worldly matters and that's why you oppose them and revolt against them and this is the reality of the khawarish because their grandfather of the khawarish was ذو الخوaysira who said to the messenger صلى الله عليه وسلم when the messenger صلى الله عليه وسلم was distributing the spoil of war and he said to him be just you are not just he opposed the judgment on the rulership of the messenger صلى الله عليه وسلم for the worldly matters and you find that the khawarish this is what they want do not be fooled do not be fooled with their claims that they want to establish khilafah and they want to establish the Muslim the Islamic state and the Islamic rule and other than that from their lies do not be fooled by their claims and rather they want the leadership they want the throne they want to become the rulers this is what they want the worldly matters this is what they want more so than any of the rulers that they fight against so regardless of how as the statements of the messenger صلى الله عليه وسلم even if you hate your rulers and they hate you they curse you and you curse them that we have to hear and obey as long as they pray as long as they allow the people to pray we have to hear hear and obey we have to we are not allowed to to speak against them or to revolt against them with the speech or the actions or the swords meaning that if you go if you are able to pray even if they prevent you from entering the masjid but as long as you are allowed to pray you can pray then they are considered to be believers and in another narration even as long as they pray today you hear people making accusations you tell them making accusations against the muslim rulers and you tell them we have seen them pray they pray we have seen them pray and they say no no this is only for show off for the people to see them did you did you open their chest did you open their chest and read and see their intentions what is upon us is that which we see what is apparent from the actions of the people as for the sincerity and the what's inside the person's chest this is for him this is for Allah subhanahu wa ta'ala the only one who knows what's in their hearts are you sincere in all of your actions in your prayers do you have complete sincerity in all of your actions it is not permissible to speak about people's intentions the messenger knew the hypocrites by names Allah subhanahu wa ta'ala informed him of the hypocrites and he loved them why because because they showed Islam he showed that they were muslims and he treated them with the treatment of the believers of the muslims salallahu alayhi wa sallam look at how the salaf were in regards to al-hajjaj who was a tyrant who was a killer he killed many of the people he killed some of the companions of the messenger salallahu alayhi wa sallam he killed many people and the companions of the messenger salallahu alayhi wa sallam they considered praying behind him to be something that is legislated and the the salaf rahimahumullah they are upon consensus that it is not permissible to revolt against the tyrant with a sword or with with a tongue Hudayfah ibn al-Yaman radiyallahu alayhi wa sallam when he when he asked the messenger salallahu alayhi wa sallam what do you command us after the messenger salallahu alayhi wa sallam he mentioned rulers they hate you and you hate them they are devils in the shape of of humans and the and he asked him what do you command us in regards to them and he said here here no bay here no bay and this is in regards so the author rahimahullah after that he mentioned many ahadith and verses regarding tyranny and oppression and also verses from the quran regarding regarding oppression and injustice and tyranny and our shaykh he said all of those are as was mentioned before regarding the major or one who is a leader over the people in general and one who is a leader in regards to certain people such as the head of a household and other than that all of those warnings and also all of those bad tidings for the one who is just they fall under that and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward our shaykh جزاكم الله خيرا شيخنا بارك فيكم ونفع بكم ألهمكم والصواب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر